تدري انو نزلنا تحديث حنا ما ندري؟ هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption 2 زال لهب طبعا أمس نزلنا تحديث لـ Online Red Dead Redemption 2 وكان تحديث داخلي يعني ما يحتاج انك تحمله فهذا التحديث يعني أضاف مجموعة من الأشياء وأيضا أصلح العديد من القليتشات والأخطاء في اللعبة فالتحديث كان تحديث داخلي وبدون أي تحميل طبعا الآن رح نطالع في مقالة روكستار وإش رح ينزل لنا فعلا من مقالة روكستار فيلا نخش في المقطع طبعا كالعادة روكستار افتتحت المقالة بشكر جميع لاعبين Red Dead Online وتحديدا إلى أشخاص اللي يرسلوا لهم فيدباك وملاحظاتهم وآراءهم واقتراحاتهم على اللعبة طبعا أول شي تم ذكره من روكستار في المقالة إنه Red Dead Online رح يستمر كبيتا لعدة أشهر قادمة طبعا هنا روكستار علقتنا وقالت لنا فقط عدة أشهر ما حددت لنا كم من الأشهر فقط قالت عدة أشهر وانتهت فيعني هنا يخلينا نسأل يعني هل لمدة أربعة أشهر شهرين ثلاثة شهور ثمانية روكستار ما قالت أي شي فقط عدة أشهر طبعا والسبب وراء ذلك روكستار يقولون إنهم ما يبغون يطلقون الأونلاين الرسمي والكامل وتكون فيه له أغلاط بدائية وقليتشات كثيرة فركستار تقول يعني إنه بنكضي على المشاكل والقليتشات بشكل كامل وبعد ذلك نضيف لهو الكونتنت والتحديثات والفعاليات على اللعبة بعدها حنا نقدر نطلق اللعبة بشكل رسمي وكامل فصراحة نوعا ما وجهة نظر روكستار جدا جدا قوية ويعني موقفهم يحترم صراحة يعني روكستار ما يبغون ينزلو لك النسخة الكاملة وتكون أبو كلب وفيها قليتشات كثيرة لا والله حنا راح نبقيها على البيتا وراح نصلح فيها ونصلح فيها ونصلح فيها بعدها راح نطلق لكم إياها بشكل رسمي الشي الثاني روكستار أضافوا لنا طور بي في بي جديد واللي تكلمنا عنه سابقا اللي هو طور القن رش طبعا نظامه طلع زي نظام البتل رويال بالضبط راح يكون 32 لاعب راح تنزل في ماب وراح تكون بدون أسلحة وراح تحصل الأسلحة في الخريطة خذها وتحارب وتقاتل آخر شخص راح يبقى راح يفوز بالطور كامل طبعا الطور راح يكون على نوعين يا فرق يا سولو يعني يا سكواد يا سولو صراحة طور رهيب جدا وممتع وجدا جدا رهيب صراحة فذا كنت شخص تحب البتل رويال فطور القن رش راح يكون مناسب لك بنسبة 100% أيضا روكستار أعلنت أنه راح يكون في سباقات جديدة وراح يكون في أطوار جديدة لهو الشو داون صراحة أطوار الشو داون معظمها أبو كلب ويعني قليل مرة منها الحلوة فصراحة شي جميل من روكستار إنهم راح يضيفون لنا المزيد من أطوار الشو داون وإن شاء الله تكون رهيبة واسطورية طبعا أيضا روكستار قالت إنهم راح يضيفون المزيد من الملابس والمزيد من الأسلحة والمزيد من اللي هو الإيموتس أو الحركات صراحة أنا جدا متحمس للأسلحة بشكل كبير جدا طبعا الأسلحة اللي عندنا رهيبة لكن إنت راح تضيف لنا أسلحة زيادة فراح يكون شي جدا جدا أسطوري أتمنى من الأسلحة يعني أن يكون تصميمها رهيب وتكون طاقاتها نوعا ما متقاربة لا يكون مثلا سلاح دمج عالي ومثلا دقة أبو كلب زي معظم الأسلحة الموجودة عندنا أتمنى يعني أن يضيفون لنا أسلحة بالينس أو متساوية وأيضا أتمنى أنه ما يكون سعرها غالي زي ما أول ما نزلت وأيضا زي ما قلنا راح يكون فيه مجموعة من الملابس شي رهيب جدا مجموعة من الإيموتس والحركات يعني ثمز أبو غيرها فصراحة شي رهيب من روكستار إنها تهتم بالتفاصيل هذه أيضا زي ما قلنا سابقا أحلم في روكستار إنها تسمع للاعبينها فالأشياء الجاية اللي راح تكلم عنها راح تكون من آراء واقتراحات اللاعبين أولا التحديات اليومية يعني مثلا يوميا إنت عندك تحديات لازم تسويها مثلا صيد أرنب صيد مثلا غزالة صيد مثلا بانثر أو مثلا اكتل مجموعة من اللاعبين أو اكتل شرطة أو جيب شرطة علفت كيف؟ يعني مجموعة من التحديات البسيطة اللي لما تسويها إنسا راح يعطونك مبلغ معين ورح يزيدون الليفل معاك مشابه جدا للهو التحديات اليومية اللي كانت في جراند ثانيا تطوير الشرطة والباونتي طبعا روكستار راح تطور الشرطة والباونتي وطريقة عملها بشكل كبير جدا ورح يتم تطويرها للحد من الأذية والغريفنج أيضا روكستار في المقالة قالت إنه قريبا راح يكون في باونتي أو جائزة على من يقوم بالجرائم إذا قمت بجريمة في مدينة معينة فرح يحطه على راسك جائزة أو باونتي زي ما كان في الوفلاين بالضبط يعني تسوي مثلا جريمة في مدينة الساندينيس فرح يكون عليك باونتي في مدينة اللي هو الساندينيس ومقاطعاتها تروح فالنتاين عادي ما عليك أي باونتي عرفت كيف؟ فرح يكون النظام زي كذا إذا سويت جريمة رح يحطون على راسك باونتي ويعطونك وقت معين إنك تدفعها إذا ما دفعتها رح يجونك اللي هو الباونتي هنتر أو صائدي الجوائز ولاحقونك ويجبرونك إنك تدفعها إذا ما دفعتها رح يقاتلونك ويحاولون بقدر الإمكان إنهم يطلعونك من المدينة اللي عليك باونتي فيها فصراحة شي جدا جدا رهيب وعجبني جدا من روكستار ورح يحد من الأذية والغريفينغ بنسبة كبيرة جدا يعني روكستار رح تخليك تآذب راحتك لكن خذ بالك ترى رح يكون في عواقب وخيمة طبعا لحد الآن ما نعرف هل صائدي الجوائز رح يكونون مثلا ناس عاديين أو الشرطة أو إن يكون صائدي الجوائز لاعبين أونلاين فلحد الآن ما ندري لكن زي ما قلنا سابقا في كلتا الحالتين رح يكون رهيب سواء كان شرطة أو باونتي هنتر أو لاعبين أونلاين في كلتا الحالتين عشرة على عشرة نظام البارلي أو نظام مضاد الأذية كلنا نعرف إنه لما واحد يقتلك أكثر من أربع مرات رح يطلع لك خيار اسمه خيار البارلي وخيار البارلي إذا فعلته الشخص اللي قاعد يقتلك ما رح يقدر يقتلك ولا إنت راح تقتله فالروكستار الآن تحاول بقدر الإمكان إنه تخلي خيار البارلي يطلع بأسرع وقت ممكن يعني ما يحتاج إنه يقتلك أربع مرات عشان يطلع لك روكستار حاول إنه يطلع لك بأسرع وقت ممكن واحتمال إحتمال إنه يكون من أول قتله رح يطلع لك خيار اللي هو البارلي وفي أيضا كلام آخر يقول إنه احتمال كبير إنه نظام البارلي يكون موجود بشكل دائم يعني تقدر تفعله على طول بدون ما أحد يقتلك فنشوف إيش رح يكون نظام الأنتي غريفينغ طبعا أيضا روكستار قالت إنه مؤشرات اللاعبين ما رح تظهر لك في الخريطة إلا لما تكون قريب جدا من اللاعب وإذا كان اللاعب بعيد عنك فراح يكون نوعا ما مخفي عن الخريطة فراح نفهم أكثر في هذا الموضوع لما نشوفه أكثر أيضا روكستار رح تضيف شيء مهم جدا 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 وراح يكون كيف تعرف الشخص اللي يآذي الناس ويقتلهم سابقا في جراند أولاين الشخص اللي قتل اللاعبين بشكل كبير جدا يكون لونه أحمر داكن ففي ردد أولاين رح نشوف هذا الشيء أيضا روكستار أعلنت عن مهمات تختيم أو ستوري جديدة وراح تكون فيه شخصيات جديدة وأشكال جديدة على الأولاين صراحة مهمات الستوري كان شيء متوقع جدا وكان بنسبة 100% أنه راح يضيفوننا مهمات ستوري جديدة لكن سؤالي هل ممكن نرى شخصيات الأوفلاين في أحد هذه المهمات؟ هل ممكن نرى آرثر مورغن ولا دوتش؟ أيضا روكستار أعلنت أنه راح يكون فيه إفنتات أو حدث يصير في السيرفر يعني مثلا وانت ماشي بحصانك فجأة تحصي العربة وهذه العربة يتم سرقتها من قبل المجرمين انت تجي تقتل المجرمين وتاخذ أغراض العربة مثال آخر والله انت ماشي في أمان الله بحصانك فجأة تسمع واحد يصرخ يقول لك ساعدني 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 تجي عنده تحصل الذيابة قاعدة تهاجمه فانت راح تساعده هو مثلا راح يعطيك شيء قيم أو فلوس أو حاجة عرفتوا كيف؟ زي ما كان فيه اللي هو الأوفلاين بالضبط لكن راح يجيبونها في الأونلاين وراح يكون فيها جوائز وبالغ مالية فصراحة شيء رهيب جدا 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 وعاجبني بنسبة 100% أيضا فيه هدية من روكستار للاعبين الإكس بوكس خصيصا يا حقين الإكس بوكس خش ردد أونلاين في أي وقت أخذ جوائزك الحصرية راح يكون الحصان العربي الأحمر وسرج التمساح وأيضا راح يكون الدبل أكشن ريفولفر فالحق على جوائزك يا خويه طبعا شاركونا آراءكم ايش تبغون روكستار تضيف لكم في المستقبل طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة تدمير شامل شامل يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة